بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أخوان الطلاب والطالبات في رحلة جديدة نشر فيها بعون الله وتوفيقه في شرح بعض فصول هذا الكتاب ولا ندري هل نكمله أم لا بناء على الطلب يعني وهو كتاب مهم ومؤلف مهم في علم الصرف Introducing Morphology العنوان Introducing Morphology لمؤلفته روشيل ليبر النسخة الثانية طبعا Second Edition والذي يتابع قناتي ويتابع دروسي ومحاضراتي يعرف منهجي في الشرح أنه منهج تفصيلي بمعنى أني أقرأ النص أو متن هذا الكتاب وأعلق عليه وأفكه وأحلله وأشرحه وأقارنه للطلاب الذين يريدون هذا النوع من الشرح بعض الناس تحب الإجمال وبعض الناس تحب التفصيل فأنا أشرحه هكذا وأيضا لأن هذا مقرر عند في كثير من الجامعات يدرسه طلاب التخصص اللغة الإنجليزية فبعض الطلاب يريد أن يعرف كل كلمة يحس بالنص ممكن لديه ملخصات يعني قد يكون لديه ملخصات أو أستاذ المادة طاحة ملخص ولكن هناك شريحة من الطلاب الشريحة الأولى يحب أن يقرأ هو بنفسه النص هكذا ويفهم كل كلمة فيه هذه شريحة شريحة أخرى لا يستطيعون الحضور في الجامعة حتى لو أعطيته أنت ملخص مثلا هو يشتغل مثلا يعمل في عمل عنده عنده عمل أو يدرس عن بعد ولا يستطيع حضور دروس أستاذ المادة فحتى لو أعطيته ملخص لن يفهم منه شيء فلذلك أنا أشرح لهذه الشريحة فالذي يستمع لهذا الشرح المفصل حتى يعني يسمعه كاملا أو أي فقرة منه يسمع الشرح المفصل وقراءتي للنص وتعليق عليه إذا وقع تحت يديه بعد ذلك ملخصا فسيكون هذا الملخص بمثابة تذكير لما شرحت له وتثبيت للمعلومات يعني الذي يفهم النص كاملا لن يعجزه بعد ذلك فهم الملخص أو رؤوس الأقلام لأنك أنت فهمت الأصل فإذا جاءك الفرع فلن تجد فيه مشكلة إذن هذا من الآن طريقتي في التعاون مع هذا الكتاب هو الشرح التفصيلي وهذه المقدمات الآن سأفترض أن الطلاب يعرفونها يعني مثلا طلاب قد درسوا علم الصوت وأنا لي شرح لكتاب بيتر روش في علم الصوت والفونولوجي شرحت معظم فصوله يعني الذي ليس لديه فكرة أو مقصر في هذا الفن أو في هذا العلم يرجع لشرحي موجود الكتاب مجانا على القناة ولكن بكل حوال الطالب لازم يلوم بهذه الأشياء لأن المؤلفة قد تورد بعض الكلمات وتكتبها بالرموز والتمثيل الصوتي فإذا ما كنت عارف معنى هذه الرموز لن تعرف قراءة الكلمات بدقة والآن نبدأ بالشرح لن نخوض في مقدمات الكتاب وكذا ولن نعطي نبذى عن الكاتبة أنت تبحث إنشئت سنبدأ مباشرة في قراءة الوحدة الأولى وهي بعنوان وفي العادة يعطون هنا مخطط يعني الأشياء التي سوف ندرسها ويعني أفكر إن شاء الله بعد الانتهاء من كل وحدة إني أيضا أضع ملخص أنا ألخص هذا وأنشره للطلبة طبعا الطلبة اللي سيكون مشتركين معنا في الدورة ليكون لهم ملخص يستعين به قبل الاختبارات مثلا طيب نقول بسم الله ونبدأ في قراءة هذا المثل طبعا هو بدأ بسؤال ماذا قال في مطلع هذه الوحدة ما هو علم الصرف مورفولوجي يعني علم الصرف علم اشتقاق الكلام إنشئت فيقول جملة طويلة يقول الجواب الأقصر للسؤال الذي بدأنا في كلامنا وهو ماذا كان السؤال مورفولوجي أن مورفولوجي علم الصرف هو الآن يبدأ يعرفه يعني إذا الآن سئلت ما تعريف المورفولوجي هذا التعريف المورفولوجي is the study of word formation إنه علم يدرس طرق تركيب الكلمات أو اشتقاق الكلمات formation لنقول اشتقاق الكلمات including the ways new words بما في ذلك يعني هو لا يركز فقط على كيف توجد الكلمات وكيف نصنع الكلام أو الكلمات تحديدا إنما أيضا يشمل طرق طرق ابتكار كلمات جديدة coined يعني ابتكار كلمات جديدة في اللغات وأي لغات لغات العالم كله إذن هو لا يقصد يعني لغة بعينها صحيحنا الآن ندرس بالدرجة الأساسية نركز على علم الصرف اللغة الإنجليزية لكن أيضا ستجد أن هناك قواعد تنطبق على حتى لغتك العربي مثلا أو اليابانية لغات العالم كلها يقول and the way forms of words are varied وأيضا كيف صيغ الكلمات the way forms of words صيغ الكلمات تتنوع وتختلف باعتماد ماذا اعتمادا على ماذا اعتمادا على استخدام أو مكان استخدامها في الجمل يعني سندرس الكلمات منفصلة وسندرس أيضا كيف تأخذ الكلمات شكلا معينة اعتمادا على موقعها من الجملة لو كانت فعل لو كانت اسم لو كانت صفة مثلا تحدثون عن لغة الإنجليزية أو وادفر إذن يبحث العلم المورفولوجي في هذه الأشياء التي ذكرت As a native speaker of your language you have intuitive knowledge of how to form new words وأنت كمتحدث بلغتك الأم وكلنا سواء انت عربي إنجليزي هندي ياباني صيني اللي هو كل واحد مننا يتحدث لغة الأم هذه يكون لديه شيء يسمى intuitive knowledge معرفة فطرية intuitive يعني فطري معرفة فطرية ما مفاد هذه المعرفة شو بتفيدني هذه المعرفة الفطرية معرفة فطرية بكيف of how بآلية ماذا صياغة أو ابتكار أو اشتقاق الكلمات الجديدة تتلقاها من من تتعلم منه اللغة يعني أبوك وأمك ومحيطك في البداية وبصير عندك المعرفة هاي فطرية إنك تشتق كلمات جديدة ما بتقدر تشرحها بس أنت بتمارسها and every day you recognize and understand new words that you have never heard before وفي كل يوم أنت ستدرك بأنك تتعرف وتفهم كلمات جديدة لم تسمعها من قبل يعني حتى في لغتك وقص على ذلك من طفولتك من نعومة أظفارك يعني من لما صرت أنت تستقبل الكلمات كل يوم تسمع كلمة جديدة وتضيفها لحصيلة كلماتك لم تسمعها من قبل وربما لم تعرفها أيضا أو تفهمها أيضا الآن يقول stop and think a minute الآن توقف وفكر لهنيها لدقيقة بدي أعطينا مثال سيخترع لنا كلمة وسترى بمعرفتك أنت في اللغة الإنجليزية كيف ستطبق أشياء لاشعورية suppose that splinch is a verb لنقول أنه أعطيناك هذه الكلمة وقلناك هذه الزرب حددناك بالتحديد أنه هي فعل وهذا الفعل يعني step on broken glass ومعناه هو أنك تدوس على الزجاج المكسور يعني إذا دست على الزجاج المكسور نقول splinch you splinched لاحظ أنا كمان ماذا فعلت الآن صرفت الكلمة لا شعوريا فقلت you splinched أعطيتها إيدي لأنه استخدمتها في الماضي what is its past tense بدي سألني الآن ما هو الزمن الماضي منها أنت لا شعوريا طبعا أنت دارس اللغة الإنجليزية أو سامع اللغة الإنجليزية حتقول splinched حتعط إيدي طب شعرفك ليش لأنه أنت في شيء عندنا اسمها القياس تقيس على ما عندك أليس كذلك فإن تقيست أن والله الأفعال تتصرف في اللغة الإنجليزية الماضي منها بالregular بجيب ed splinched splinched وحتى لما نطقت قلت splinched ما قلت splinched قلت splinched لأنه لما ينتهي بهذا الصوت الed تصبح t splinched لا شعوريا فعلت ذلك لماذا؟ لأنك تقيس على أفعال ربما تنتهي بنفس الشيء ch هذه مثلا فقست عليه وربما نيجي نفاجأ قلت لك لا والله هاي splinched مثلا splinched حطينا نغير الفول نقول splanched مثلا الماضي ما تدري لكن أنت القاعدة عندك أنه كل الأفعال أول شيء regular verbs بعطيها ed وبعدين في عندنا طائف من الأفعال بسمه irregular مثل speak, spoke, spoken break, broke, broken مثلا لكن أنت لا شعوري الآن ستصرف هكذا فتقول للماضي splinched ed بعدين تطلع صحة خطأ هذا مو شغلنا نحن الآن نريد أن نظر بمثال كيف العقل البشري أو كيف ما يتسمى بالمعرفة الفطرية بتشتغل عندنا speakers of english هذا اسمه القياس تقيس على مخزونك في لغتك أو اللغة التي تعلمت speakers of english use the suffixes eyes مثل crystallize and if i مثل codify لماذا to form verbs from nouns لماذا نستخدم هذه ال eyes if you had to form a verb that means do something the way x prime minister توني بلير does it فالآن قياسا على هذه القاعدة الآن شوف باللورة يبلور رمز يرمز طيب لا بدأ أقول أنت يعني أنت اشتق لنا من توني بلير فعل هذا اسم فتقول مثلا ممكن تقول مثلا يعني يعمل شغلة مثل لأن هنا باللورة يبلور الرمز يرمز طيب نبغى نطلع فعل أنه هذه طريقة بلير في عمل الأشياء فتقول بلير مثلا أو بلير رايز بلير رايز which suffix would you use هل تقول بلير رايز ولا بلير راي مثلا طيب ما ندري هنشوف how about the meaning do something the way ex-president بلير بلير كلينتون does it أيضا اشتقلي فعل من اسم بلير كلينتون يعني إنه هذا شيء إذا فعلته منقول والله أنت تفعل هذا الشيء على بنفس طريقة بلير كلينتون فيش هتقول كلينتون ايز ولا كلينتفاي مثلا هنشوف هو سيجيب هو الآن يختبرنا is possible to re-wash or reheat something هذا كله مطلع عشان تعرف هذه الأشياء التي نمارسها أحنا لا شعوريا في اللغة الإنجليزية نحن كطلاب لغة الإنجليزية مثلا لما أنت يزيد حسك باللغة الإنجليزية تبدأ أنت نفسك تبتكر كلمات على القاعدة بتمشي على القاعدة اللي عندك it is possible to re-wash or reheat something من الممكن أن تعيد غسل شيء لأنه الري كاللي أو تعيد تسخين شيء صح حطيت الري الري بمعنى الإعادة هذه السابقة هذه prefix هذول اسمهم الصفكس لاحق هذه سابقة وبقدر أقول لك rewrite يعيد الكتابة revisit يعيد الزيارة كويس بضيف ري للأفعال بصير يعيد هذا الفعل يعيد التسخين يعيد الكتابة يعيد الغسل إلى آخره review يراجع is it possible to re-love تقدر تقول re-love يعيد الحب تقدر تقول re-explode يعيد التفجير تقدر تقول re-wiggle مثلا re-wiggle something لاحظ وقل هي نفسها يهز فشلون تقول انت يعيد الهز عرفت وهذه الأفعال كلها ما تقبل الري ما تقبل طب ليش هذا الفعل قبل وهذا ما قبل شو اللي بصير وتجد انت لو عطيته لإنجليز يقولك لا 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 يا أخي ما بصير تقول re-le ليش انت طبعا ما عندك مشكلة انت لانا متعلم للغة ربما تيجي تحط ما عندك مشكلة تقول اي ري اكس بلوت يعيد التفجير لا احنا بدنا نستخدم منطق أهل اللغة لو قلت لواحد انجليزي ليش تقول re-heat وما تقول re-explode تقولك ما ادري بس هذه تصير وهذه ما تصير ممكن يجاوبك هكذا تقولك ما ادري طيب الآن هذه أسئلة سيعطينا الإجابات أو ستعطينا المؤلف الإجابات chances are that you answer the first question with the past tense splenched سؤال أول يقول لك ما هو الماضي تقول splenched وهكذا انظر كيف نطقناها splenched t ما اقول splenched لماذا تقيس على القاعدة الأفعال اللي تنتهي بهذا الصوت ch مثلا d تصبح t بعدها ما نقول splenched ما تستطيع بصير ثقيلة إذن يقول أنك تجيب هكذا وفعلا نحن عجبنا هكذا الآن هنا the second the second with the verbs ممكن تقول clarify وهنا تقول clinton nice and that you are pretty sure that يعني عرفت كيف فعلنا هنا وهنا that you are pretty sure that re-love or re-explode and re-wiggle sound rather weird if not downright and acceptable وتقول لو أنك قلت هذه الأفعال بـ يعيد الحب يعيد التفجير يعيد الهز والتذبذب هو يتذبذب هو جالس يعيد نفسه أساسا شوان تعيده وقيتها على مسامع أهل للغة نفسهم يقول لك وش الكلمة غريبة هذي بل حتى يقول ربما يقول لك هذي خطأ 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 ما يصير تقول هذا الكلام حسن هذي كلها مقدمات الآن يريد الكاتب تريد أن تصل إلى معنى هنا your ability to make up these new words and to make judgments about words that you think could never exist suggest that you have intuitive knowledge of the principles of word formation in your language even if you cannot articulate what they are تقول إن هذه قدرتك على صياغة كلمات جديدة لما قلت لكلينت نايز و بليريفاي وعدم قبولك لهذه الكلمات اللي هنا وأيضا إعطاءنا الماضي من فعل إحنا اخترعناها أليس كذلك هذا أنت قدرتك على فعل هذه الأشياء إنك تصنع كلمات جديدة وأيضا تحكم على كلمات بأنها خاطئة ولا يمكن نستطيع استخدامها بهذا الشكل إلى ما يشير هنا الفعل إذن هذا يقول يشير إلى أن لديك معرفة فطرية بماذا بمبادئ تشكيل وتركيب واشتقاق الكلمات في لغتك الأم حتى لو قلنا لك شو هنا المبادئ تقول ما أدري حتى ولا لم تستطع أن تعبر عن هذه المبادئ وتقول قاعدة تقول كذا وكذا بس أنت بتنبه مثلا أخوك الصغير بقول كلمة أو جملة تقول لا هكذا غلط قول كذا وقل لك ليش تقول ما أدري خلاص قول كذا بس يا حبيبي إحنا كذا نتكلم إحنا العرب ولا إحنا بلهجتنا نقول كذا صح ما تقدر تعلل له وهو خلاص يأخذه ويمشي هذه المعلومة الفطرية حسن الآن ماذا يقول native speakers of other languages have similar knowledge of their languages إذن هذا موجود في كل لغة يقول المتحدثين اللغة إنت الآن لأنه نتكلم عن لغة الإنجليزية قد لا تدرك وقد تدرك هذا الكلام الآن اعتماد على مدى تبحرك في اللغة الإنجليزية إذا أنت ضليع في اللغة الإنجليزية حتى ستشتغل نفسهم إذا أنت شوية ضعيف باللغة الإنجليزية ممكن ما تدرك هذا الكلام نحتاج إحنا نجيب لك مثال باللغة العربية مثلا لو أعطيتك كلمة يقرمط هكذا شو يقرمط سمعتها يمكن كونها معنى ما يكون معنى الآن أنا جبتها يقرمط أو أقول لك إيش شكلها بتقولي شكلها فعل ليش يعني ممكن تقول هكذا من طريقة قولك لها يقرمط إحنا مشوف الياء ما يقول هذا شكل فعل طيب لو قلت لك يغموش هم تقولي هون في هذا فعل لا هذا اسم يغموش مثلا بس بس قياسك صحيح أنت هون عارف أنه يقرمط مثلا يزلزل فبتقيس أنت على شيء في ذهنك فبتقول فعل هنا هنا ممكن تقول كمان يغموش بس قياسك صحيح أنت جالس تقيس على أشياء تصاريف وأوزان عندك طيب بقول لك هذا فعلا هذا فعل يقرمط فعل مضارع شو المعنى ما ندري الحين كيف تعمل ماضي بتقول قرمطة صح والله ليش بتقول بقيس لأنه أنا يزلزل زلزلة مثلا يكرم أكرمة بجيب بقيس هكذا وهذا بيطلع معك ماضي لماذا تفعل ذلك قياس على قوائل عندك طيب بد قرمطة هو طيب أنا بتقول أنا أقرمط ليش بتقول لأنه أنا أدرس بتقيس على كلمة أدرس بتجيب وهكذا تستخدم الأشياء اللي في مخزونك في لغتك ومعرفتك الفطرية لها وتبدأ تصيغ وتبتكر كلمات أخرى يعني حتى فعل مثلا لنفترض جوجل هكذا ممكن أقول لك عملي من فعل تقول لي يوجوجل تروح ليش والله إحنا هيك بمحط الفعل مضارع ويقول يا وخليني أوجوجلها يعني مثلا جالس أنا أحاول أخضع كلمة باللغة الإنجليزية لقواعد اللغة العربية فتضع الهمزة لما تكلم عن نفسك وتقول هو يعني يعني هذا بالماضي يعني يعني بحث عنها ليس كذا وأنا جوجلت يلا وهكذا تبدأ تصيغ هن يجوجلنا تبدأ تصيغ على قواعدك وتخضع الكلمة للقواعد الفطرية هذا في اللغة العربية فصحة وفي العامية نسويها تقول مثلا اليوم كنت أفكر في كلمة سألت كلمة بخشيش من يون من وين جاية بخشيش اللي هي الإكرامية صح بخشيش 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 قيل لي إنه من التركية إحنا الآن بخشيش صارت بخشيش خلاص اسم نقول عطوا بخشيش يعني عطوا كرامية فنستخدمها اسم هنا عطوا صار مفعول به عطوا بخشيش بخشيش مفعول به وبتستخدمها فعل فبتقول له بخششوا جاسلة لا تنسى تبخششوا والله نستخدمها في اللهجة لا تنسى تبخشش الرجال يعني تكرم الرجال تعطيه كرامية تصور صرت نستخدم هي جاية من التركيين صح ذلك وبعدين استخدمناها بخشي صارت بخشيش بعدين بخششوا صارت يعني نستخدمها كفعل على وزن الأفعال صار فعل أمر يمكن نكون فارسية ما أدري نبحث عنها يعني نبحث عنها ما بحث عنها طيب ماذا نريد أن نقول نحن نستخدم معرفة فطرية بلغتنا ثم إذا وردت كلمة جديدة لنا نطبق عليها القواعد اللي عندنا حتى واحد ييجي آخر يقولنا لا مو صحيح هذا هي كذا 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 لكن الأصل لا شعوريا نطبق ما لدينا هذا اسمه ماذا الانتويتف المعرفة الفطرية حسنا الآن يقول إذن يقول native speakers of other languages have similar knowledge of their language كل واحد يطبق المعلومات أو المعرفة الفطرية الخاصة بلغته this book is about that knowledge كتابنا هذا سيبحث في هذه المعرفة الفطرية and about how we as linguists can find out what it is وأيضا نحن كمنتخصصين linguists متخصصين في اللغة سنحاول أن نفهم ما هي هذه المعرفة الفطرية throughout this book you will be looking into how you form and understand new words وأيضا في هذا الكتاب ستدرس كيفية صياغة form صياغة الكلمات الجديدة وفهم هذه الكلمات الجديدة and how speakers of other languages do the same ومو بس للغة الإنجليزية مثلا بل أيضا سنطبق هذه المعرفة أو نحاول أن نفهم كيف متحدثين اللغات الأخرى يفعلوا النفس الشيء شو هو النفس الشيء كيف يصيغون الكلمات الجديدة وكيف يفهمونها many of our examples will come from English وسنعطي إذن هو يعطينا أو الكاتب تعطينا منهجيتها الآن فتقول وكثير من المثلة سنضربها من اللغة الإنجليزية لماذا لأنك أنت تقرأ الكتاب بهذه اللغة وتقول I assume we have that language in common لماذا ستعطينا أمثلة باللغة الإنجليزية؟ لأنها تقول أفترض أنك تعرف اللغة الإنجليزية أنت وأنا ولذلك سنعطي أمثلة نفهمها أنا وأنت but we will also look beyond English ولكن كذلك أحيانا ربما نستعين بأمثلة من خارج اللغة الإنجليزية لماذا to how words are formed in line حتى نظهر كيف يتم صياغة الكلمات في اللغات الأخرى with which you might be familiar وهذه اللغات ربما تكون مألوفة بالنسبة لك and languages which you might never have encountered before ولغات أخرى يعني ستعطي أمثلة من لغات مألوفة لك سمعتها أو ربما قرأت عنها أو صار في احتكاك بأي طريقة مع هذه اللغة ولغات لم تصادفها في حياتك أبدا ولم تسمع عنها ولم تحتك بها قبل جميل you will learn not only the nuts and bolts of word formation بعدين يعني شو nuts and bolts قامت شرحت لك إياها حطت لك هنا hyphen عشان هذا مصطلح أضيفه لمصطلحاتك لما تقول the nuts and bolts of كذا كذا يعني التفاصيل وأدقي التفاصيل الخاصة بالword formation اشتقاق الكلمات بعدين قامت شرحت لك شي يعني bolts of word formation nuts and bolts قامت لك يعني how things are put together in various languages and what to call those nuts and bolts nuts and bolts nuts and bolts يعني لما شفت هذا المسمار اللي يجيك هكذا ثم هاي الصامولة العزقة هنا نسميها عزقة في ناس سميها صامولة تدخل هنا في هذا البرغي تركب الصامولة هذه nuts and bolts يعني كيف الأشياء تأتي أو يعني تجتمع الأشياء بعضها ما بعض في اللغات وماذا سنسمي هذه nuts and bolts وهذه المسامير والصوامير يعني التفاصيل يعني تفاصيل الدقيقة حجة ماذا حجة اشتقاق الكلمات هذا الذي ستتعلم but also مو بس كذا مو بس اشتقاق الكلمات إنما أيضا what this knowledge says about how the human mind is organized وبس نعرف كيف اشتقاق الكلمات وشلون التفاصيل اللي يستقدمونها الناس في لغاتهم أيضا سنطلع على المعرفة هذه المعرفة وكيف يعني أو نستقي من خلالها آلية عمل دماغ الإنسان هذا الأهم يعني الآن في مستوى أعلى نسترشد بها بعد ما نعرف كيف الكلمات تشتق وتصاغ وتركب عشان نفهم كيف العقل البشري نفسه وذاته يشتغل وصمم كيف صمم لقول أو لاختراع وابتكار واشتقاق هذه الكلمات يعني هذا مستوى أعمق كذلك يقول أو تقول the beauty of studying morphology is that even as a beginning student you can look around you and bring new facts to bear on our study يعني من مزايا دراسة علم الصرف المorphولوجي لك كطالب أنه مهما كان مستوىك حتى لو كنت طالبا مبتدئا تستطيع you can look around you تستطيع من خلال يعني إذا بدأت تتعاطى مع هذا العلم أنك في محيطك ربما تستطيع أن تكتشف حقائق وبإمكانك إضافتها لعلم الصرف حتى لو كنت مبتدئا مبتدئا تقول الكاتبة at this point you should start keeping track of interesting cases of new words that you encounter new life لكن كيف تفعل ذلك؟ تقول كيف يا أخي إذا بديت تصحصح شوي أو أهم شيء وتفكر بعمل هذا الموضوع فبتقول لك جرب مثلا خلي معك كراسة في يدك أو في جيبك كراسة صغيرة وقلم وكل ما تسمع أشياء غريبة حولك من الكلام والمنطوقات والملفوظات سجلها في حياتك اليومية في حركتك في الفصل دراسي مع أهلك مع الجيران منتنازل منطالع سجل اللي تسعر يعني والله ودي أكتبها المفردة فلاني يقول لك look at the first challenge box حتى تتحدى هنا أو تعطينا يعني وظيفة كذا نعملها طيب هنا يذكروك احفظ أو اطلع على International Phonetic Alphabet ال-IBA يعني الترميز الصوتي عشان لما تيجي كلمة مثل ها وها هنا ونكتب لك النطق تعرف تنطق وأين أجد هذا ال-IBA في مقدمة الكتاب اللي مرينا عليه التمثيل أو الترميز الصوتي الحروف وترميزها الصوتي الآن تعطينا تحدي يقول challenge تحدي your word log يعني سجل log يعني سجل سجل تدون في الأشياء keep track of every word you hear or see حط هذه الكراسة معك أو سجل ودون في كل كلمة تسمحها أو تراها تراها مكتوبة يعني أو أنت ممكن تختر عندنا كلمة وإنت جالس أكتب الكلمة بس مو أي كلمة كلمات that you think you have never heard before بشرط أنه والله طرقة سمعك كلمة تقول ها ولا مرسمعها سجل يا ولد مثلا واحد قال لك قدني 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 فديت سي قدني فديت سي يلا سجل عندك هذي يمكن يزعلون علينا الحين على الفيفة قدني فديت سي إن شاء الله نكون حافظها يعني أنه قدني أنا يعني فديت سي فديت أنت يعني نفسي الفداء لك يعني فديتك سمعتها زي كده سجلها يا أخي وهكذا شفت كلمة أول مرة تشوفها ولا أنت طلعت معك كلمة كمان سجلها You might encounter words while listening to the radio ممكن جالس تسمع على الرادي سمعت الكلمة أول مرة تسمعها سجلها Watching TV تشوف التلفزيون طلعت كلمة حوار بفيلم سجل Surfing the internet جالس على الانترنت كمان طلعت كلمة سجل or reading تقرأ or someone you are talking to might slip one in والواحد جالس يتكلم زي أنا قدت لك قدني فديت سكي وش ذي وش قلت سجل Write those new words down أكتب هذه الكلمات الجديدة Take note of where وبعدين سجل بجنبها وين سمعتها ومتى سمعتها ولا قرأتها ولا أنت اخترعتها And jot down what you think they mean وأيضا Jot down يعني أكتب بس أكتب بسرعة يعني عشان ما تروح منك And jot down what you think they mean يعني أنت سمعتها أول مرة يلا أكتب بسرعة ربما ما سألت عن معناها اكتبها أقول والله هو عمران قال لي قدني في ديتسي قالها بها السياق هذا ما أدري يمكن قاعد يسبني أكتب جالسة سبتي الحقي ما كنت أسبك أنا عرفت لكن هذا تمرين لنا what you write down may or may not be absolutely fresh new words الذي يتكتبه قد يكون أو لا يكون كلمات جديدة بالمطلق جديدة بالنسبة يعني بالنسبة لك هذا المقصود هي الكلمات ليست جديدة الناس مستخدمونها مثلا يستخدمونها ناس ولو ما كان يستخدمونها ما قالوها بس بالنسبة لك they just have to be new to you المهمة هي يقول الكلمات قد تكون أو لا تكون جديدة ولكن المهم إنها جديدة بالنسبة لك اكتبها we will be coming back to these as the course progresses and putting them under the microscope وسنعود لهذه الكلمات اللي أنت جمعتها بالتحليل أثناء دراستنا لهذا الكتاب ونضعها تحت المجهر microscope يعني سنعمل منها تجربة جرب وبدأ عمل هذا التمرين of course if the answer to our initial question were as simple as the task in the bulk you might expect this book to end right here فتقول والله لو كان of course أقول هذا الطبع إذا كان الجواب على السؤال الأول الذي سألناه بداية ما هو علم الصرف وكان بمدى سهولة هذه التمرين اللي أعطيتك والله التمرين سهل هذا أي واحد يقدر أسويه فبتقول إذن لو إحنا كمان سؤالنا هذا والإجابة عليه اللي سألنا what is morphology هذا السؤال وكانت الإجابة سهلة بنفس الطريقة التي ستعمل فيه هذه لا توقفنا عندي خلاص انتهى انتهى الآن عملنا ليش؟ لأنه إذا تستطيع أنت تعرف هذا العلم وتفهمه بهالكلمتين أو كما فعلنا الآن هذا التمرين التمرين هذا سهل صح؟ فإذا كان الإجابة على هذا السؤال بنفس سهلت هذا لما وجدنا حاجة لأن نؤلف هذا الكتاب أصلاً ولكن بالطبع الموضوع الموفولوجي موش بس تعريفة ناطقية والله علم اشتقاء كلمات وخلصنا نقول لك لا هناك الكثير والكثير الذي ستكتشفه من هذا العلم صحيح أنه الإجابات البسيطة تقود إلى مزيد من الأسئلة and here is one that we need to settle before we go on والآن نحتاج الآن لما قلت لك ما هو علم الصرف؟ والله جاوبتني هو علم اشتقاق الكلمات وتركيب الكلمات يا سلام طيب ما هو الكلمة يا حبيبي؟ أرائد؟ فيبدأ سؤال بسيط فيقود لي سؤال آخر ثم تبدأ والله هو الكلمة عدة حروف طيب ما هو الحرف؟ هل هو صوت ولا مكتوب؟ شفت؟ أسئلة بسيطة تبدأ تنتقل من سؤال لسؤال لسؤال وهكذا فلان تقول والآن يطرأ لأننا سؤال آخر ما هي الكلمة؟ وتزورت شو تعرف الكلمة عندك في لغتك؟ أنت الآن لما أجي أقول لك ما الكلمة في اللغة العربية؟ شو بتقدر؟ تعطيني تعريف لها؟ تلاحظ أنه أنت ممكن ما تستطيع تعرف الكلمة تجلسة؟ والله ما قد فكرت كثير من ناس تقول هذا الكلام حتى في اللغة الإنجليزة يقول What's a word in English؟ الآن يقول لك سنأتي سنجيب لكن سؤال بسيط ولكن لا نستطيع الإجابة عليه ونحن نستخدم حياتنا كلها كلمات الكون كله الخلق كله بدأ بكلمة صح؟ إيمانك يبدأ بكلمة بالله عز وجل وهكذا ولكن لما أقول لك عرف الكلمة الآن الآن كثير من الناس تخونهم أسينهم لا يستطيع حط تعريف نقول اسمه تعريف جامع مانع Ask anyone What a word is and they will look puzzled اسأل أي واحد وقف قوله شو عرف الكلمة قال and they will look puzzled سأل الآن يبدو ينذهلوا محيران مش عارف يش تكلم In some sense we all know what words are بطريقة ما إحنا نعرف ما الكلمات We can list words of various sorts at the drop of a hat وإذا بقول لك عطني كلمات تصير تعطيني كلمات يعني ما هب ودب صح بسرعة الآن أنا جالس أعطيكم كلام هذه كلمات But ask us to define explicitly what a word is لكن قل لي عرف الكلمة وجوز ما عرف أعرف الكلمة أتكلم عن الناس الغير متخصصين يعني أنت تعال جرب خلي أخوك أمك أبوك اللي هو زملائك يتكلمون قل لهم أعطوني أمثل على الكلمات يبدأ يعطيك كلام وقل لك جالسي نكلمك هذا إحنا سيارة قلم مدري وش بر بحر صح طيب على الرف لي ما معنى الكلمة شو الكلمة شلون تقدر تعرف أقول لك ما أدري ستجد بكل سهولة أقول لك ناس ما ندري شلون نعرف الكلمة خلاص بس نعرف أن هذه كلمات عطني تعريف واضح للكلمة وستجد أن الإنسان العادي غير المتخصص في اللغة non-linguist is flummox يعني مرتبك يعني خلاص ينقطع الكلام يقول لك ما أدري أخي والله ما قد فكرت بذلك لأنه غير متخصص ممكن واحد يجي يقول لك والله يشوف الكلمة وهي امتداد من الحروف that occurs between blank spaces وبنشوف ها يعني تيجي صف من الحروف بعدين blank space بعدين فراغ بعدين صف بعدين فراغ بعدين صف بعدين فراغ يعني إذا أنت تعرف بما تراه بالرسم طيب طيب والمنطوق الآن but another is bound to point out that words don't have to be written ممكن واحد أذكي يقول لك لما يسمع يقول لك لا هذا المكتوب طيب إذا كان منطوق إذن يقول لك another is bound to point out فشخص آخر قد يجد نفسه مضطرا لأن يقول بأن الكلمات أساسا الكتابة إجت بعدين نحن بعدين نختار عن الكتابة طيب قبل لنفترض أن نحن قبل عصر الكتابة نحن الآن قبل هذا العصر ما نعرف الكتابة أو تعال عند الجدة مثلا إذا كانت ما تعرف الكتابة مثلا أو شخص ما يعرف الكتابة تقول يلا ما الكلمة وإنت الآن نفس الشي أنا سوف أعطيك مثال لمن عرف هذا الآن هو يقول هو الكلمة هي امتداد من الحروف بينها مسافات فاصلة زي هذا هذا امتداد مسافة فاصلة امتداد مسافة فاصلة قولك جاي تعال معي شوي تفضل هذا نص مكتوب ورني باللغة الثاي مثلا تايلندية ورني يلا وين هل ترى مسافات يلا وين الكلمة طلع لي الكلمة هذا نص على فكرة نص وسنقرأ بعد قليل ان شاء الله اين بداية الكلمات واين يعني ما تستطيع اذا التعريف حقك مبضابط اذا شغل تقول لي انها كلمات من حروف متلاصقة ثم مسافة ثم حروف متلاصقة ردينا عليك جبنا لك لغة مكتوبة ما في كله متواصل الكلام ما في فراغات عندهم او هكذا نظل ما نعرف ما نعرف اللغة وشخص اعترض عليك فقال هي ان الكلمات لا يجب ان تكون مكتوبة لنا حتى نعرف بانها كلمات انا اعرف اميزها بدون ما تكون مكتوبة مثلا ان ان تتحدث اولا اذا انت بتتحدث تعرف الكلمة وين تبدأ وين تنتهي في لغتك والان انت تعرف انجليزي كمان الله انا معليك بالانجليزي واذا نعم عليك بلغة ثانية كمان بتصير تعرف وين الحدود وربما هذا النص اللي عرفت عليك لو اني علمتك شوي بتصير انت تعرف وين تبدأ الكلمة وتنتهي كتابة وسمعا واذا انت بتعرف اللغة الاشارة كمان في كلمات بلغة الاشارة يا حبيبي بالاشارة بتصير تعرف اين تبدأ واين تنتهي الكلمات there are no spaces or poses to delineate words ففي لغة الاشارة ما عندك مثلا والله مسافات نتركها بين الاشارة حتى تعرف ان هنا اللغة بدأ او كلمة بدأت وانتهت او وقوف لغة الاشارة مثلا في النطق بتقول وين بتوقف انت طيب انا بتقول وين بتوقف انت هذور كم كلمة طلعت انا بدون ما اوقف بينهم حتى تقول وين بتوقف انت وين كلمة بتوقف كلمة انت كلمة ما اقول كلمة وين بتوقف انت لو واحد يسمعني الان ما يعرف كمان الكلمات اذا ما بتعرف اللغة وين تبدأ وين تنتهي ما تفيدني حتى الوقوفات انا انا قلت وين بتوقف انت ضربت لك ثلاث كلمات دفعة واحدة ما حطيت بينهم انتم فواصل فكان ايضا عملية صعبة ومع ذلك yet we know what they are ومع ذلك نعرف الكلمات احنا مع ذلك كل هذا لا نستطيع ان نوصفها ومع ذلك نعرف ان والله في لغتنا نعرف هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة ليس كذلك still another person might at this point try and answer like this في واحد يلسه اذكى شوية بيحاول يعطينا جواب فيقول a word is a small piece of language that means something هذا التعريف مثل مع علمونا او مثل مع الرفوع علماء اللغة العربية اصغر وحدة الكلمة اصغر وحدة يبنى عليها لغة او يبنى عليها معنى تماما هكذا هذا سبحان الله كانوا ترجم الكلمة اصغر وحدة في اللغة يبنى عليها تعني شيئا ما اصغر وحدة هذا تعريف كويس to which a devil's advocate might respond فبيجي واحد ثاني شيطان يعني خلاص عرفنا لك يا واحد شيطان هذا يرد وقل لك لا but what do you mean by a small piece of language بيجي يقول لك لكن ايش يعني اصغر وحدة من اللغة ها لان فكل ما اعطيت تعريف بيطلع لك واحد انكش لك في هذا التعريف في مشكلة لذلك لذلك يجب ان نقول التعريف مانع جامع او الاكس جامع مانع ما احد يقدر يطلع لك مثل هذه خلاص طي التعريف شمل كل كل شيء ومنع كل شيء انه يطرع عليه ايش يطرع عليه واحد يعترض على التعريف فلانا نجي واحد يقول لك طيب شو يعني المكسود باصغر واحدة من اللغة this is the point at which it becomes necessary to define a few specialized linguistic terms هنا بيجي على الدور اللغويين يقول لك هذه لما تطرح لهذا السؤال الان لازم يتدخل المتخصصين في هذه المرحلة عشان نبدأ نفصل اكثر ونطلع مصطلحات تخصصية لغوية يفهمها اللغويون خلاص وذلك نبدأ نحدد ايش معنى مثلا الكلمة بالضبط فمن وجهة اللغة الانجليزية وانا بعد قليل سأظهر يعني سأ ايضا آتي بتعريف علماء اللغة العربية كيف عرفوا الكلمة من باب المقارنة يعني لمحة بسيطة سريعة يعني linguist define a morpheme as the smallest unit of language اول مصطلح نقدمه مصطلح المورفيم ما هو المورفيم باعتبار اللغة يعني عند اللغويين مو بس اللغة الانجليزية عند اللغويين كلهم الان يقول لك المورفيم هو the smallest unit of language اصغر وحدة اصغر وحدة في اللغة في اي لغة يعني الان اصغر وحدة في اللغة that has its own meaning لها معناها الخاص طيب كيف ذلك يقول لك simple words like giraffe wiggle or yolo are morphemes هذه morphemes الآن الآن نأخذ أمثلة باللغة الانجليزية هذا morpheme هذا morpheme لماذا؟ لأني هذا بهذه التركيب بهذه الحروف مع بعضها لو شلت اي حرف ما ينتج عندي كلمة شو جرى ايش جرى مثلا هنا جرى ما ما تضبط معي طيب اعكس الآن اش طب مثلا جي اي صير افي ما يضبط خلص هذول الحروف مع بعض حتى يعطوك معنا زرافة ويالو لو نقص حرف خلص ما يمشي ما يطلع معك يعني ما حتى يطلع معك كلمة ثانية حتى نقول والله يعني مثلا هنا لو قلت لي هنا مثلا كلمة سيمبليكس شيل الـ اصير سيمبل طلعت معك كلمة معناته هذا مش مورفيم هذا المورفيم طالما تقدر تشيل من الكلمة وتنقص منها ويطلع معك معاني بعدك ما وصلت للمورفيم لما توصل لآخر شي وتشيل حرف ومعادي يطلع معك كلمة وهذا الحرف لازم ترجع تضيفه عشان يصير المعنى نقول هذي نفسها مورفيم مثل في اللغة العربية لأنا بقول لك كاتب هذي مورفيم لا ليش لأني أقدر أحذف الألف هذي حروف الزيادة كاتب بس كتب صارها معنا الآن طيب كت ممكن يكون محتاج نرزل القاموس الحين إذا صار عندي كت بتعطيني كلمة وإلها معنى خلاص معناته المورفيم حقها هذا كت مش كتب بس إحنا الآن سنقول مورفيمنا هو كتب الجذر هذا بعد ذلك لو بحذف أي حرف تخرب الكلمة ما تعطيني معنى انتهينا أن هذا مو مورفيم إذن هذا هو الآن أول تعريف يقول لي أصغر وحدة في اللغة لها معنى خاص بها نسمي مورفيم وعطاني مثال جرف وغل يلو كمان في عندنا بريفكسز لبريفكسز يعني هاي السوابق والصفكسز يعني اللواحق لوحدهم أيضا مورفيم ليش يقول لي ليش يعتبرتم مورفيم لوحدهم يقولك لأنه ري معناها الإعادة تعطيك معنى بري معناها ما قبل آيز ور مثلا هذه بتعطينا الفعل هذه بتعطينا الاسم فهنا بقول لي two in chapter two we will give a more informal definition of prefix answer رح نعرف اللواحق والصوابق for now it's enough to know that they are morphemes here morphemes لكن morphemes that cannot stand on their own في نفسها ما تستطيع ساستخدمها لوحدها لكن تعطيك معنى إذا دخلت على كلمة ثانية and that prefixes come before and suffixes after the root or main part إنه هذه تأتي مع الroot مع روت مع جذر الكلمة يا قبله يا بعده وبتشكل لك معنى مثل visit revisit صار عطاني معنى إذن هذا مورفيم بيسوي لي معنى بيحداته يعني حتى لو ما قبل عقلك لأن قبلها الآن يعني هكذا خذها هكذا الري نقول مورفيم هاي السوابق واللواحق هنسميها مورفيم زلاني وعندك معنى في اللغة العربية مثلا الحروف الحروف بنفسها ما لها معنى ما قولك بي ما بتعطيك معنى لكن بالسيارة أو بالقلم صارت البي لها معنى اكتسبت معنى من اللي دخلت عليه بس البي منقول هذا حرف جر منقول كلمة لأنه تصنيفه في اللغة العربية يعني في خلاف عليه الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف هذا الفعل هذا البي كلمة بس بي لوحدة ما تقدر تستخدمها طيب شلون تقول لي كلمة وما أقدر استخدمي لوحدة لأنه اعترضوا أنه الكلمة هي لازم تكون وحدة بنائية مستقلة تعطيك معنى هذه عند اللغة يعني بعض العلماء اللغة العربية عرفوا الكلمة لكن بي يا أخي تدخل على القلم بتصير لها معنى بالقلم ومعنى مؤثر بالقلم أو بالسيارة غير من السيارة هذا الباب تفرق كثير يمسحوا برؤوسكم فرقة كثير هل نمسح كل الرأس ولا بعض الرأس لما يجوا أولوا مثلا يشرحوا المسح على الرأس في الوضوع هل كل الرأس ولا بعض فلقالوا الباء للتبعيض هنا ولا الشمول تشمل كل شيء انظر فالباء مو سهلة إذن هاي مورفيم اعتبروها طيب سننهي من هذا بعدين نتعرض عشان نصير يعني شيء نرجع له فالآن يقول إنه هذه السوابق واللواحق اللي تؤثر في المعنى كمان هي مورفيم كما سوف يترى في المنح في المنح كما سوف يتضح لك لكن لآن يمكننا استخدام المورفيم لتساعد لتأكد مع مورفيم ومورفيم ومورفيم الآن خلاص نحن نحاول أن نخرج بماذا بتعريف دقيق ومتماسك للكلمة عشان لما يسألون ما هي الكلمة نستطيع نعطيهم تعريف ما هو التعريف والله الكلمة هي المورفيم شو المورفيم المورفيم هو أصغر وحدة من اللغة لها معناها الخاص هذا حرفيا هكذا طيب لن نعطيهم 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 كأكدهم كأكدهم من مورفيم أو أكثر أو أكثر وهذا الجزء الأول من مورفيم أو أكثر زي من هنا مثلا ري لما تقول لي ري هيت فهذه كلمة متألفة من مورفيم من اثنين مورفيم بس مع بعضهما أعطوني معنى مستقل عطوني معنى مستقل في اللغة لما تقول ريهيت نعرف أنك يعني تعيد التسخين مو التسخين إعادة التسخين عطاني معنى في ذهني إذن يعني هون الجدول اللي تحت حطه حيعطينا بعدين تقسيم فسنجد هناك كلمات تتألف من مورفيم واحد مثل هذه ما تقدر تحذف يعني احذف دي فراو ما تعطي معنى احذف ميرمو ما تعطيني جس ما عندي كلمة جس بس تحذف تخرب الكلمة هي كلها مؤلفة من هذه الحروف مورفيم واحد بسميه سيمبليكس وورد يعني حنسميها ممكن تقول كلمات أنا نسميها مفردة ما نقول بسيطة نقول كلمات مفردة والكلمات المركبة كومبليكس شوف يعني سيمبليكس كومبليكس هذا يعني نحت من هذه كومبليكس وورد هي المؤلفة من أكثر من مورفيم فلما تقول أوبزيشن بقول لك شيء للشن بتسمعك أو شيء اللاحقة هذه يعني بقدر أشتق من الشيل هذه صارت أوبزيت كانت معارضة كانت اسم صارت صفة إنتليكشوال شيء للأيل أو عفوا شيء للشوال ولا هذه شيء الأول هذه إنتليكت مثلا كريستاليز شيء للأيز صارت كريستال وهكذا بري ووش شيء بري صار ووش يعني بتشيل شيء بطلع لك معك كلمة ولما نضيفه بطلع معنك كلمة كمان معارضة فعل يعارض فهذا نسمي إحنا الكلمات المركبة أو يعني خلينا على نفسها ما ننخوض بالمصطلحات سنتبع مصطلحات كنت أعطي مصطلح جديد بلا مفردة ومركبة نعود فيقول لي الكلمات التي تتألف من مورفيم واحد فقط كما في الجدول الرقم واحد سنسميها المفردة والكلمات التي تألف من أكثر من مورفيم لأنه ممكن نكون مورفيم أو مورفونيم مثلا نحن نشوف تسمى بسيط جدا هذا التعريف للكلمة جميل جدا نحن 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 نخرج بتعريف للكلمة لكن هل هو دقيق دول لا ليس بعد سنجد بعدين ناس تعترض على ذلك ويطلعونا من هنا ومن هنا ثغرات في التعريف لذلك حتى سير ينطبق عليه تعريف مانع جامع لازم ننشوف وين الثغرات ونحاول نسدها حتى نصل لهذا التعريف المانع الجامع انتقال سريع قبل الدخول في المبحث الثاني الى تعريف علماء اللغة العربية للكلمة وستجد انه حتى علماء اللغة العربية فعلا منهم يعني وجد صعب انه يحقرف الكلمة واختلفوا في نقاش كبير جدا على فكرة ما لتفكر الأمر صعب نقاش واخذوا رد بين علماء القديمين والمحدثين والمعاصرين لحد الآن ما ها بيقدروا يطلعوا تعريف وكل ما حطوا تعريف قالت لك بيطلع لك شيطان واحد شيطان بمعنى مو شيطان مسبب يعني يعني يطلع لك ثغرة في هذا التعريف خلني اعطيك نموذج ابدأ من هون اقرأ لك بس شوي على الخلاف هذا الكلمة اول شي عند يعني سبويه اولا لما جاء سبويه ابو اللغة عندنا مثلا والنحو ولازم نعرف مين اللي بيعرفها هل هو نحوي ولا صرفي ولا بلاغي كل واحد بحسب بحسب فن بعرف الكلمة مهم جدا هذا الكلام فلما جاء سبويه ما عرف الكلمة قال الكلمة ثلاثة انواع اسم وفعل وحرف اعطانا انواعها بس ما عرف ان شو هي الكلمة طيب وحتى هذا التقسيم اختلفوا معا عليه فقال لك لا في غير الاسم والفعل الحرف في اشياء ما نعرف هي اداء مثلا يعني خلاف طويل عريض المهم الزمخشري ماذا يقول اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع شوف اللفظة الدالة على معنى يعني لازم تلفظها انت تقولها وكون مفردة مش متصلة بغيرها ما فيه معها كلمة ثانية بالوضع موضوعة لمعنى معين لتشير الى معنى معين وقالوا اللفظة جنس للكلمة جنس الكلمة وتشمل المهمل والمستعمل المهمل شيء عن المهمل ما يمكن ائتلافه من الحروف ولم يضعه الواضع يعني ممكن نألف لك كلمة وقل لك صص كق وقل لك انت قلت لي لفظة هاي لفظت لك لفظة وقل لك ايه وهذه لفظة كلمة لكنها مهمة لما من غير معتبرة والمستعمل لها المعنى لتفهم خلاص هكذا وقال سبوي كل كلمة لفظة وليس كل لفظة كلمة هنا شوف في تفريق انت ممكن تخربط تجيب اي كلام مثل هذا صص مثلا قل لك هذا لفظ وليس الكلمة فكل كلمة لفظة والكلمة لازل تكون ملفوظة لكن هل كل ملفوظ كلمة لا مثل صص هذا لفظته ما بعطيني معنى مش كلمة وقوله الدال على معنى يعني فصل فصله عن المهمة الذي لا يدل على المعنى فاللي ما يدل على معنى ما اعتبره اذا هذا تعريف تعريف آخر ابن هشام يقول هي قول مفرد فرأى ان المراد بالقول اللفظ الدال على المعنى وابن عقيل يقول اللفظ الموضوعي لمعنى يعني لفظة لفظة حروف وضعات عشان تعطيك معنى مفرد شي يعني مفرد يعني ما تجيب لي معها كلام ثاني لانه بس تحط معها كلمة ثاني بصير اسمه كلام جملة يعني مثلا لو قلت لك ديز ولا ديز مثلا شو ما بدك انطقها مو ديز الانجليزي هو حطها يقول داء يازا قال لك هذا لفظة داء لانك لفظت داء مع دال مع يا مع زا ديز مثلا ولا ديز ولا ديز حط التشجيل اللي تبغى هل لها معنى فهمت لا اذا هذا مهمل فاذا هذا ليست كلمة لماذا لانه لنقول لك الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد مفرد يعني لوحدها ما فيش كلمة ثانية ملفوظ لفظنا حروف موضوع لمعنى له معنى غير كذا مش اسم كلمة والفاكهي قال هي قول مفرد مستقل مستقل بالمعنى يعني ما تجيب مع كلمات اخرى وبدأ هنا نقاش طويل عريض ابن هشام يعني يفرق بين الكلم والكلمة فلا تفكر ان الموضوع يعني حديث هذا هذا شوية من القدماء لسا المحدثين اللي يعني هذول علماء مثلا ما اطلعوا على اللغات الثانية والمؤلفين واللغويين مثلا بلومفيلد وغيرهم ودوس السر وما ادروا منها الاسماء الكبيرة جدا الان احنا عندنا كمان علماء محدثين اطلعوا مثلا درسوا مؤلفات علماء اللغة في اللغة الانجليزية والفرنسية واللاتيني وصاروا يحاولوا ايضا يعرفوا الكلمة بالمكتشفات الجديدة مثلا اعطيك تعريف للبلاغيين مثلا البلاغيين الكلمة عندهم من حيث هي دالة على معنى اولا تتميز عن غيرها احيانا اذا تستطيع تفصلها عن غيرها هذه من حيث المعنى من حيث الصوت هي ايضا ذات قيمة جمالية وتعبيرية يعني لما تأتي الحروف مع بعضها تسمع او تحسف الها قيمة جمالية وتعبيرية بحيث اذا كانت غير متنافرة الاسوات احدثت في الاذن متع هذا كلام نحن ولذلك لما يجي واحد تجيب لك كلمة صعبة الحروف مثلا كنت اضربها الهوخ الهوخ تكرهها انت والله لو شو ما تكون هذه الكلمة حتى لو عسل بعدين نكتشف معناها ولا شيء جميل كرهتها من طريقة ماذا من طريقة النطق ومجيء الخاء مع الهاء مع الهوخ مع العين اصعب الحروف وبعدين تكتشفوا انه نبات ولا حشيش تكل الجمال اذا وساعدت هذه الكلمة على تذوق المعنى وتوصيله ولها علاوة على ذلك قدرة تعبيرية خاصة اذا كان جرسها يتفق مع ما توحي به من دلال يعني اذا كانت الحروف توحي بالمعنى يا سلام وايضا كانت اصواتها سهلة المخرج سلسة اللفظ مطابقة لما تدل عليه شوف هذا كل تعريف والإفراد والتركيب انظر هذا يعني سيمبليكس وكمبليكس هذا معنى الإفراد والتركيب يعني ذكروا هذا المعنى السيوط قال الكلمة اللغة تطلق على الجمل المفيدة هذا جمل هذا لا يجوز تعريف الكلمة هو أنها قول مفرد مستقل كذا منوي معه على الصحيح المنوي معه يعني المضمر الضمار قم يعني قم أنت ذهب يعني ذهبه المقصد أن أن هناك خلاف في التعريف هذا حتى المحدثين هنا يتطرق يعني مؤلف هذا الكتاب لهذه الخلافات أنا أردت فقط أن أريكم يعني حتى أنتم كطلاب ما تظنون يعني أن هذا والله فقط عند الإنجليز لا في كل لغة ستجد في خلاف على موضوع التعريف معنى الكلمة نعود إلى كتابنا الآن كمان مصطلحات جديدة يجب أن نلم فيها لعلنا نقترب ولا يطلع معنا تعريف كما نقول مانع جامع للكلمات ما ندري ممكن في نهاية هذا البحث نتوصل إلى تعريف نتفق عليه كلنا